موسيقى عملية إعادة التأهيل وبناء مجموعة من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال شاملة المدارس بإقليم شيشاوة أيضا كل الظروف مواتية لعودة التلاميذ والأطار التربوية لفصول الدرس والتحصيل نتابعه من مجموعة مدارس من الدكالي في الروبورتاج عبد المجيد حلاوي والمعتصم بالله البعث عمليات التأهيل بإقليم شيشاوة عرفت إصلاح وترميم الحجرات الدراسية والمكاتب والمرافق الصحية إضافة إلى بناء الأسوار وإصلاح الشقوق الطفيفة العملية تضمنت أيضا إحذاس ملاعب رياضية وتأهيل الفضاءات الخضراء وتجهيز فضاءات ألعاب الأطفال بالتعليم الأولي عرفت المؤسسة خلال هذه السنة تأهيلا شاملا هم جميع مرافق المؤسسة وكذلك جهيز جميع لؤلاء الحزرات الدراسية بالمصالت لدتاشو ومكتبات صفية كل هذا من أجل دخول مدرسي الناجح وكذلك استقبال التلاميذ والتلميذات في ظروف جيدة مؤسسات تهيئة جديدة الشيء الذي سوف يساعده حتما في تحصيل سواء تحصيل التلاميذ تحصيل مرافق التلاميذ حيث سوف يجدون فضاء جيد مناسب من أجل التعليم وكذلك عطاء الأستاذ فعندما تكون المؤسسة جيد مجهزة حتما الأستاذ بضوره سوف يجد فضاء وجو مناسب للعمل هذه المدرسة هي واحدة من بين 30 مؤسسة تعليمية بإقليم شيشاوة انخرطت في مشروع مدارس الرياضة كما تشاهدون المؤسسة دينا بعد ذلك الزلزال الذي ضربه في السنة الماضية عرفت واحدة تأهيل جدري للبنيات ولمختلف المرافق التي تعرفها وفي هذا الاستاذ المؤسسة انخرطت في مؤسسة الرياضة الحمد لله ذاك شيء ولا زوين بالنسبة للتلاميذ والتلميذة لجمعات مدارس ابن دكالي والحمد لله المؤسسة ولا زوينة تبارك الله الله مبارك وكان يتغير تبارك الله كان يتغير الحمد لله المدرسة المركزية ابن دكالي هي من المدارس التي تمت إعادة تأهيلها بإقليم شيشاوة ضمن المؤسسات المبرمجة خلال الشطر الأول وذلك بعد تشخيص تقني للبنايات تم إنجازه مباشرة بعد وقوع الزلزال